موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبيق قناة بولوجورتي في نتيغ مرحبا بكم مرة أخرى ونعتدل عند التأخير لظروف العمال وبداية الموسم الدراسي الجديد والجائحة أذكرنا نسأل الله عز وجل نرفع عنا هذا البلاء إخواني الكرام من بين أشجار المورنغا في المزرعة الصغيرة إن شاء الله تعالى عندنا واحد الموضوع أصلا من بين برامج القناة برنامج عند برامج متعددة لقاءات مع أشخاص ومجموعة من البرامج إن شاء الله تعالى ومن بين هذا البرامج كلام في الصميم كلام في الصميم وهذه الحلقة إن شاء الله ستكون خاصة بواحد الشخص بواحد الشخص له متابر يعني عصامي يعتمد على نفسه ويحقق أهدافه فالإنسان أي واحد يخصي يعيش لأهداف ذات مستوى عالي يعني الإنسان دائماً نفكر في الأعلى كما قال برايون الفقي فكر أن تذهب إلى القمر حتى إذا ما وصلت إلى القمر تبقى بين النجوم فالأرض مليانة يعني ملأة عامرة بالنس فالإنسان يحاول فكرة أهداف تكون كبيرة شوية ويخدم عليها إن شاء الله تعالى والله تعالى لا يضيع أجر ما نحسنا عمل تكون النية صالحة إن شاء الله ولكن نية صالحة والعمل آخر فيه الحلال كستدي كاريم على هذه المجهودات التي تقوم بها من أجل افتتاح المحمية الكبيرة إن شاء الله ونتمنها إن شاء الله تكون هي أحسن محمية وكبر محمية في المغرب للطيور الزينة وأنا أهيب بك لأنك من هذا المنبر هذا قمت بتحقيق أهدافك وهذا التحقيق الأهداف لا يحس بها إلا من وصلها أنا أعطيكم مثال بنفسي أنا كنت أحلم دائما أن تكون عندما يزرع مزرعة صغيرة وفيها الدواجين وفيها الحصان وفيها الخرفان وفيها الماعز والحمد لله حلم يتحقق وهو في طور التحقيق أنتم كتشوفوا الحمد لله كل شيء بدأ يتحقق كل شيء بدأ يتحقق يعني الحمد لله كتفرح كتحس بعض الفرحة عارمة جدا إلا كنتي إلا كنتي كتهضر في هذا الوسط اللي أنت أصلا كنتي كتحلم به وكنتي كتحلمت ديرو حقتي به ودرتي أهداف دياله من الأول لأنك أخي الحبيب إلى ما درتيش إلى ما أخططيش لحياتك باش تنجح في حياتك أنت فستكون ضمن مخططة الآخرين يعني الآخر سيضعك في خطته لكي ينجح على ظهرك كيف تقوله فهو يضعك كدرج ليصعد إلى العلاء فلماذا أخي الكريم أنت لا تعمل نفس الشيء يعني أنت دير الهدف ديالك وحققه وصير فيه خطوة خطوة إلى أن تصل إن شاء الله وتعالى إلى الهدف المنشود اللي كنتي كتحلم به باش تحققه فهذا دي كريم يعني هنيئا لك أخي الكريم وإن شاء الله سأكون أول الحاضرين إذا تيسر الأمر طبعا بإرادة الله سبحانه وتعالى سأكون أول الحاضرين عندك في المحمية إن شاء الله وتعالى وتشجيع لك إن شاء الله فواصل واصل واصل ولا تلتفت إلى الوراء السي كريم يعني أي تعليق ما أعجبكش فهذا الحصة دبل إذا ارتناه في القناة لا بد من تعليقات يعني لا بد من تعليقات ولكن لا تلتفت إلى التعليقات ولا تلتفت إلى الكلام الآخرين ولا ترد حتى على فيديوهات الآخرين لأن هناك من لا يحبون النجاح ويحبون فقط أن يحبطوا يعني يحبطوا النسل نجحة يدروا لهم عرقة لا يكونوا عراق إلا هم في الطريق فأنت إن شاء الله واصل أخي الكريم فإسمك كريم وهادي يعني الطريق إن شاء الله تكون هادية عندك يعني تكون ما فيها أشواك ولا شيء فواصل أخي الكريم إن شاء الله وتعالى ونحن في انتظار انطلاق المحمية إن شاء الله وفي انتظار الافتتاح باش نحضر إن شاء الله و تعالى عندك ونزوروك ونشجعوك أكثر وأكثر فمزيدا من التألق سيدي كريم ويعني ما بغيرش نطول بززاف الفيديو فان شاء الله هذه حلقة اولى من حلقات كلام في الصميم ستأتي ان شاء الله حلقات اخرى واحتنتم اخواني المشاهدين والمتفرجين الى بغيتوا شي حلقات مخصصة يعني اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله نقوموا بها فان شاء الله كلام في الصميم رهجيه دروس اخرى ان شاء الله مره هاد الحصة هذي غيكون واحد الموضوع اخر ان شاء الله في القناة نيت اه على حسب يعني استدعاء ضيف جديد ان شاء الله غد كون مفاجأة ان شاء الله وغادي نتحدثوا معه هنا في المسلم زراع ان شاء الله وغادي نتحدثوا مواضيع شتى ان شاء الله وتقدروا تكون في حلقات حلقة اولى وحلقة تانية الى عشرين حلقة ان شاء الله لان موضوع شائك جدا وخليوا لي التعليق ديلكم عشان هو هاد الموضوع اللي هو حاليا هو اللي هو اللي يعني كيضور بزاف في المملكة دينا والناس بزاف كي يتجهوليه وبغينا نعرفوه واش نيت صحيح او خطأ واش هو حقيقة او لا خيال فنخليكم ديروا في تعليقات ديركم حتى انتم ما وتشاركونا ان شاء الله اخيرا سيدي كريم واصل 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 ولا تتوقف فانت في الطريق الصحي ان شاء الله في تحقيق اهدافك ونتمنى لك الخير ان شاء الله وعيش سعيد في المزرعة الجديدة او في المحمية الجديدة ان شاء الله وتعالى رك دائما في المستوى المطلوب فهنيئ لك اخي الكريم هنيئ لك هنيئ لك واخوان كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استسمح عن الاطالة هذا فقط فيديو قصير من اجل هذا الشخص يعني الذي يكافح بنجاح فواصل وفقه الله الى ما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته السلام عليكم